تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وامليين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأعلنت وزارة الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهديئة بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام وكشفت الخارجية أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات ترجمة نانسي قنقر